السلام عليكم أصدقائي تحياتي إلى الجميع هذا الفيديو مهم جدا لذلك ابقوا لنهاية الفيديو كي تفهمون ما الذي يحصل حولنا بهذا العالم اليوم حصل أخطر تصعيد منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا اليوم حصل شيء مقلق للغاية وخارج عن السيطرة وخارج عن المألوف أيضا سيغير مسار الأزمة بأوكرانيا نحو تصعيد أكبر ونحو مشاكل أكبر للجميع اليوم حصل انفجار خطير وعملاق على أرض روسية على أهم مشروع استراتيجي روسي على جسر القرم الاستراتيجي أنا حذرت من هذا الانفجار قبل ثلاثة أيام وقلت أن الأوكرانيين الآن يلعبون بمصير العالم ويقتربون من نهر دي نيبرو وسد دي نيبرو بخاركيف لأجل قطع الماء ولتعطيش شبه جزيرة القرم الروسية التي ضمتها إلى الأراضي الروسية بعام 2014 وهدفهم الوصول لجسر القرم جسر القرم كان سيعتبر ضربة كبرى لهم لو وصلوا إليه كونه أهم خط استراتيجي روسي لو وصلوا إليه ستتخذ الحرب مسار مختلف هذا ما قلت قبل ثلاثة أيام والآن وسائل الإعلام الروسية بالتحقيقات الأولية تقول أن الانفجار الذي حصل بجسر القرم سببه شاحنة مفخخة فجرت على الجسر واستهدفت صهاريج وقود في قطار كان يسير على الجسر رغب أن التفجير لم يحدث أي إصابات حسب الإعلام الروسي إلى أن الجسر الآن متوقف كون الانفجار رهيب وكبير جداً ولا نعلم حتى الآن ما هو مقدار الضرر الكامل أصدقائي اللعب الآن قد أصبح بالمفخخات يوم أمس الاستخبارات الأمريكية قالت أن أوكرانيا هي من قتلت بسيارة مفخخة بموسكو بالأراضي الروسية بقلب موسكو قتلت بسيارة مفخخة ابنة المفكر الروسي والعقل المدبر لبوتين ألكسندر دوبين واليوم تنفجر مفخخة على الجسر الاستراتيجي المهم جداً لروسيا الرئيس الأوكراني بعد انفجار جسر القرم لم يسكت بعد هذا التفجير وخرج عبر الفيديو بكلمة وقال أن هذا التفجير هو مجرد بداية وكل شيء غير شرعي يجب تدميره كون روسيا أخذت هذه الجزيرة عام 2014 من أوكرانيا والقرم طبعاً أصدقائي يسكنها حوالي مليونين ونصف المليون نسمة والآن مقطعاً عنهم الامدادات اللوجستية من وقود وطعام وماء وهم سيبدأون الآن باستهلاك المخزون يعني الوضع الآن خطير جداً أوكرانيا أصبحت تضرب أهداف خارج إطار الحرب التي بدأت بشار فبراير أهداف خارج الأقاليم التي احتلتها روسيا وعملت عليها استفتاءات بالشهر الماضي بشهر سبتمبر بل أوكرانيا بالأيام الماضية وصلت لهدف عسكري كبير وخطير وحساس جداً وهو قريب عن موسكو أوكرانيا قصفت مطار عسكري به قاذفات وطائرات حربية اسمه مطار كالوغا تم قصفه وكان هناك شبه تكتم إعلامي روسي ولا يعرف حتى الآن مدى الضرر الذي أصاب الطائرات الروسية الحربية وقاذفات القنابل الآن الرئيس الروسي الذي بلغ يوم أمس السبعين من عمره يتعرر للغوط كبيرة جداً من الأشخاص المقربين منه الذين يريدون أن يستخدم النووي ستزاد الضغوط هذا اليوم بعد تفجير القرن بكل تأكيد للأسف الشديد وكبار المحللين العسكريين الآن والمراقبين للوضع النووي بالعالم يقولون أن بوتين إن استخدم سلاح نووي فسيقوم بتصحيح الخطأ الذي لم يقم بتصحيحها منذ بداية الحرب وسيقوم بضرب الأجزاء الغربية من أوكرانيا الأجزاء القريبة على أوروبا الأجزاء القريبة علينا وعلى بولندا وعلى تشيك وسوف لن يقوم بضرب الأجزاء الشرقية والهدف من قصف الأجزاء الغربية هو قطع سلاسل الإمداد الغربية وشحنات الأسلحة من الناتو ومن الاتحاد الأوروبي يعني حدود تشيك وبولندا ولا يقوم بضرب الأقاليم الشرقية التي يوجد بها غالبية من السكان هم من الروس أصلهم روسي وغالبية من مؤيدين النظام الروسي والأنضمام إلى روسيا لأنه يخاف عليهم من الغبار النووي الذي سيكون مشكلة لبولندا والتشيك وربما لألمانيا ودول أوروبا الشرقية الأخرى إذن الآن بالمحصلة نستغرب ونتعجب من عدم موجود أي صوت سواء صوت صيني صوت أوروبي أو غربي أو شرقي يدعو لوقف الحرب ويدعو للتفاوض لأن استمرار الحرب بهذا الشكل يضر الجميع وواهم من يقول أن ضرب النووي أو استفزاز موسكو لا يؤثر علينا تخيلوا لو فقط حصلت ضربة نووية ولو بكمية محدودة بأي جزء من أجزاء أوكراني فبنفس اليوم قد تهبط كل العملات وكل الأسهم وكل شيء يصبح غالب ثمان من الوقود والطعام والشراب بأوروبا إلى الطحين والزيوت بالدول العربية والله يستر من القادم إلا أن نتحول للموضوع الآخر أصدقائي لا توجد حاليا بألمانيا حركة للقطارات بشمال ألمانيا بسبب توقف جميع القطارات التي تربط هامبورغ وشمال الراين ونيدا زاكسين وشليس في كولشتاين وبرلين حتى القطارات التي تسافر من شمال ألمانيا إلى الدنمارك والسويد والنرويج قد توقفت كليا صباح هذا اليوم بالنسبة لبقية أجزاء ألمانيا فحركة القطارات مستمرة ولكن هناك حالات توقف عديدة لعدد كبير جدا من الرحلات لا يوجد حتى الآن سبب واضح يعني حتى وقت إعدادي لهذا الفيديو لا يوجد سبب واضح لتوقف القطارات تحديدا القطارات السريعة الـ HCA والـ HCA والـ EC وشركة القطارات الألمانية الـ DB دوتشابان تقول أننا الآن ندرس الوضع ونحاول إصلاح الخلل الذي من الممكن أن يكون مشكلة بالنظام اللاسلكي الذي يربط القطارات يعني مشكلة تقنية حسب شركة الـ DB هذا كان فقط المبرر الوحيد لشركة الـ DB هناك تساؤلات وقلق كبير بألمانيا وهو أنه لماذا بالأيام وبالأشهر الأخيرة تحديدا عام 2022 بدأت تحصل الكثير من المشاكل المشابهة مرة توقف بكل أنظمة الدفع بالكارتة تحديدا لمحلات السوبر ماركت ومحلات الدروغاري مثل DM ومولر DM أغلق أبوابه لمدة يومين بهذا العام بسبب هذه المشكلة ولماذا قبل شهر من الآن حصل انقطاع بكل أنظمة اللاسلكي عند الشرطة وعند فرق الأطفاء لمدة ربع ساعة ولماذا قبل كنا لا نسمع بهكذا أمور إلا بهذا العام 2022 هل هي مصادفة أم هناك شيء وراء هذا التدهور هذه الأسئلة لا يوجد لها أجوبة حتى هذه اللحظة نتحول للموضوع الأخير الآن رسميا الأوكران هم أكبر جالية لاجئة بألمانيا وزيرة الداخلية الألمانية السيدة ناسي فيسر الآن تعلن عن تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين للمليون لاجئة على الأراضي الألمانية ووصل عددهم حسب ما مسجر رسميا مليون و2700 شخص وقالت الوزيرة بفخر لقد أنقذنا عدد كبير من النساء والأطفال الأوكران ولقد قمنا بإدارة هذه المهمة الضخمة بالبلاد بشكل أفضل بكثير مما كانت عليه الأمور بحركات الهجرة السابقة وقالت ناسي فيسر أنه كلما طال أمد الحرب كلما زاد عدد اللاجئين ومحنتهم الإنسانية ويقول الخبراء بألمانيا أن فصل الشتاء وانقطاع التدفئة والكهرباء عن المنازل بأوكراني يعني كلما يتقدم البرد ويأتي البرد أكثر هذا الشيء قد يتسبب بموجة لجوء أكبر من التي عرفناها منذ بداية الحرب وخصوصا وأن الأراضي الأوكرانية تعتبر باردة وهذا الشتاء قد يكون أكثر برودا من بقية السنين ويبقى التحدي هو القدرة الاستيعابية وأماكن السكن للاجئين التي أصبحت الآن شبه نادرة ومعدومة لسكان ألمانيا فهل ألمانيا سوف تجتاز هذه المهمة هذا الشيء سوف تثبته لنا الأيام القادمة شكرا لحسن استماعكم وشكرا لكل من بقى إلى هذه اللحظة من نهاية الفيديو تحياتي لكم مع السلامة